أنا عاوز أتكلم على... يعني حاجة بعيدة عن صفقات طبعا عاوز أتكلم على تريزيجي أرجوك أشوف يا كريم كابتن حسام حسن قبل ما يمسك المنتخب كان فيه كذا لعيب كده لما كان بيطلع في البرامج وبتاعه وكان بيحبهم قوي هو كان عنده تريزيجي ده بيعضي فخم فيه جدا وتريزيجي يعني الموقف بتاع إيده اللي النهاردة كلنا عرفنا إن الرجل كان متعور هو ده شخصية كابتن حسام حسن ولكن التريزيجي ده أنا بشوف أنه هو واحد من أكتر اللعيبة حتى لو قعدنا نديله حقه في السنين الفترة اللي جاء دي كلها تريزيجي مصدوم جد تريزيجي اللي بيعمله مع منتخب مصر هو مش بعيد قوي على اللي كان بيعمله محمد صلاح هو أكتر تاني لعب مساهب مع منتخب مصر من أول 2017 بعد محمد صلاح تريزيجي كريم بلغة كرة تحس سوحد صاحبك يعني واحد صاحبك كده بسيط خفيف ما بيعملش مشاكل وبعدين بابوس قعدة تريزيجي احتياطي لأي مدير فن ييجي المنتخب مصر عناية حاضر تريزيجي ما تزيلش للشوت الثاني عناية حاضر تريزيجي ابتدي وما تلعبش وينج إلعب في نص الملعب حاضر ما فيش مشاكل ما تجيش أصلا آه ما تجيش أصلا ما فيش عندي أي مشاكل تريزيجي للناس كانت بتنتقدوا بشكل كبير جدا إن هو راح الرهيان القطري وأكيد تنفسية الدور القطري مختلف عن الدور التركي وعن الليفلز اللي كان بيلعب فيها تريزيجي ولكن أنا عاوز أتكلم على شخص نفسه شخصية اللعيب تريزيجي أستون فيلا أحسن ولا تريزيجي دلوقتي روان القطري أحسن لا تريزيجي روان القطري دلوقتي أحسن هنا دي تاخدك لأن تريزيجي في قاسم باشا وتريزيجي في باشا كشير وفي كل الأندال اللي أعب فيها أنا بشوف أن تريزيجي بيتطور مع السن ومع الوقت مع اختلاف التنفسية علشان هو لعيب عارف هو بيعمل إيه بشكل كويس جدا لعيب حاسم أنا أحب تريزيجي جدا وأكيد كل الناس بتحب تريزيجي فعشان كده بقولك وشفت الإنترو بتاعتك النهاردة عنه وتتكلم عليه هو يستحق كل الإشادة ولكن هو زيه زي لعيبة كتيرة جدا جات في حقبة من الزمن فيها الأسطورة محمد صلاح فأي حد دي جنبه مش هيبقى منور أوزر